أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعوة رئيس أو الرئاسة الهندية لمصر المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تعد عكاسا للروابط التاريخية ما بين بلدين قيادة وحكومة وشعب وتأكيدا لمكانة مصر على الصحتين الأقليمية والدولية جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في 2023 وأضف مدبولي أن هناك تكلفات من الرئيس السيسي بإلاء ملف المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة العشرين اهتماما خاصة وأن تكون هناك مشاركة ناشطة ومؤثرة وذلك في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية ترجمة نانسي قنقر